موسيقى بداية أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس عبد ماجيد تبونة على الاستقبال الذي خصني به للتطرق للعلاقات التنائية القوية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة تطرقنا لسبل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة اللقاء شكل فرصة بالنسبة لي لأعرب لسيد الرئيس أن الولايات المتحدة جد ممتنة للجهود الجبارة التي تبدلها الجزائر للوقوف إلى جانب بلدان الجوار خاصة ما تعلق بالكوارث التي خلفت آلاف الضحايا تمنيت للسيد الرئيس رحلة متمرة ومريحة إلى نيويورك في إطار مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للعمل مع الجزائر خلال عضويتها في مجلس الأمن الأممي ومجلس حقوق الإنسان إنه شرف كبير لعضوية هذه المجالس الأممية ومسؤولية في الوقت نفسه وفي الأخير تترخن أيضا للعلاقات القوية التي تجمع بين البلدين في الميدان الاقتصادي أكدت لسيد الرئيس أن إطلاق رحلة مباشرة من الجزائر العاصمة إلى نيويورك من شأنه أن يقوي العلاقات الاقتصادية التبادل الاقتصادي والسياح بين البلدين كما سيقوي العلاقات التقافية وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات بالأخص اللغة الإنجليزية أشكر مرة أخرى السيد الرئيس على حفاوة الاستقبال سنواصل العمل بجدية من أجل الارتقاء بالعلاقات المهمة والراسخة التي تربط بلدين ترجمة نانسي قنقر